موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في كل مكان تحية متجددة لحضراتكم في مستهل لقاء جديد يجمعنا وإياكم وبرنامجنا مع الناس حلقة الليلة عندنا فيها حوار مهم الحقيقة لكن عندنا كمان مجموعة من الأخبار اللي هنبدأها بخبر مهم عن حالة التقص الجو الحقيقة من كم يوم بدأنا نشعر بحر شديد وبنلاحظ كمان انخفاض كبير في درجة الحرارة بالليل بعض الأماكن ممكن نشعر يعني بنسمة لطيفة جدا مش عايزة أقول برد الهيئة العامة لأرصاد الجوية قالت إنه فيه منخفض جوي هيضرب مصر خلال أيام وهتسبب في ارتفاع درجات الحرارة يا ترى هتوصل لكام وهتستمر قد إيه وهل هتصل إلى العشر الأوائل منزل حجة وعيد الأطحى المبارك ده اللي هنحاول نعرفه من الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية اللي موجودة معانا عبر الهاتف دكتور إيمان مساء خيري فنم زي حضرتك؟ مساء الخير على حضرتك مساء الخير على كل استادر مساهدين أهلا بحضرتك كلنا شعرنا بحرارة الجو وعزين نعرف موضوع منخفض الجوي ومعادو وهيدرب البلاد تقريبا كم يوم يعني طبعا احنا فعلا بدأنا نشعر بارتفاع في درجات الحرارة بدأت هذه الموجة الحرة من يوم السبت الماضي ما زالت مستمرة معنا وهتستمرة معنا على الأقل حتى منتصف الأسبوع القادم درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي من 4 إلى 5 درجات على معظم مناطق الجمهورية فبنسبة للقاهرة الكبرى الأيام اللي فاتت من يوم السبت حتى اليوم سجلت ما بين 36 و37 درجة لكن بداية من غدا السلساء وحتى يوم الجمعة فتتروح من 38 إلى 40 درجة مقوية يمكن تحديدا يوم الـ 24 وجمعة توصل لـ 40 درجة مقوية أما بالنسبة للمناطق جنوب البلاد زي أنا لأثر أسوان فتوصل درجات الحرارة ما بين 44 و45 درجة مقوية وطبعا مهم جدا أننا بنصفر دايما أن درجات الحرارة اللي بنعلنها هي درجات الحرارة المقاصة في الظل تحت أشعة الشمس درجات الحرارة بتكون مختلفة تماما وبتختلف من منطقة للثانية طبعا على حسب قبيعة المنطقة والمنطقة الزراعية غير المنطقة الصحراوية والمنطقة المكشوفة غير المنطقة المغلقة فطبعا بيكون فيه خلاف كبير في درجات الحرارة لكن اللي بيتم إعلانها دايما هي درجات الحرارة المقاصة في الظل وفقا للشجوط التي تضعها من النظامة العالمية الأرصاد الجوية طبعا الموجة دي موجة طويلة شوية معنا يعني هي مستمرة معنا كتير يعني ممكن تدخل معنا في العرش الأول من زي الحجة أو فكرة الصيام بقى وكده دكتورة إمان يعني للأسف مستمرة معنا حتى منتصف الأسبوع القادم على الآل لأنها موجة طويلة شوية ممكن يحصل بعد كده انخصات طفيفة الحرارة نسبيا نصف الأسبوع القادم وترجع ترتفع مرة تانية احنا لسه نبدأ نشهد موجات حرة يمكن الأسبوع قبل الماضي ايضا شاهدنا موجة حرة وكانت طويلة مزيا وايضا هذه الموجة طويلة فلازم ناخد بالنا ويكون مساعدين لهذه الموجة بشكل كبير فمهم جدا ان احنا ما نقفش تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر حتى بعد العصر وايضا نتناول المياه بكنيات كبيرة جدا على مدار اليوم لازم يكون معانا كاب أو شمسية أثناء فترة النهار وطبعا ملابس تكون قطنية وفاتحة علشان تمتص العرق وتعكس أشعة الشمس بنسبة جميع مجموعة من النصائح المهمة انا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة ايمان شاكري على كل هذه النصائح وعلى وجود حضرتك معانا بالأساس بنتمنى زي ما دكتورة ايمان قالت ان احنا ناخد بالنا خلال الأيام القليلة المقبلة من عملية عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة نشرب مياه كتير كمان يكون لبس عاكس لأشعة الشمس وليس جازب لها وبنتمنى لحضراتكم إن شاء الله السلامة هننتقل إلى خبر تاني مهم هذا الخبر من وزارة الصحة اللي كشفت عن طريقة لتسجيل مبادرة الأمراض المزمنة وقالت انه يمكن التوجه إلى أقرب وحدة صحية لمكان السكن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكولوي وأكدت وزارة الصحة إنه العلاج مجانا ضمن مبادرة الأمراض المزمنة بإيدك تعيش بصحة وأوضحت الوزارة إنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة إضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على رقم 15-335 حضراتكم عارفين إنه الحقيقة ما تم في مجال الصحة خلال السنوات الماضية والأولوية يعني الدولة المصرية أولتها اهتمام بالغ فكرة بناء الإنسان اللي مرتكز على التعليم والصحة بتدعونا إلى تقدير هذه المبادرات وغيرها انطلاقة من أنه يعني فعلا ما فيش مجتمع صحيح بدون تعليم وصحة وهي أولوية كما ذكرنا لدولتنا ولمجتمعنا بنتمنى لحضراتكم دايما دوام الصحة والعافية دي كانت مجموعة من الأخبار السريعة هنطلع فاصل وهنرجع نرحب بضيفنا الكريم فضلة الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وهنكلمه النهاردة عن واحد من الموضوعات المهمة اللي بتلقى هوى في نفوس المصريين فكرة السيدة نفيسة رضي الله عنها وإيه سر تعلق المصريين بها وبقال البيت بشكل عام انتظرونا موسيقى موسيقى أرحب بحضراتكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الخاصة اللي هنعيش فيها مع آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ليهما كان خاصة في قلوب المصريين من صور تكريم الله لمصرنا الحبيبة قدوم آل البيت الكرام لمصر والمكوث أو العيش فيها فترات طويلة حتى الممات بل والدفن هنا أيضا لنزداد بوجودهم في مصر صلة بآل البيت وحبا لهم وهذا الحب مستمد من حب خير البرية صلى الله عليه وسلم في حلقة الليلة هنتكلم عن سليلة بيت النبوة السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن الحسن بن علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين السيدة نفيسة جاءت لمصر ومكثت فيها حوالي 15 سنة حتى وفاتها بوركت الأرض المصرية باحتضان الجسد النوراني للسيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في حلقة الليلة هنحاول نعرف لماذا جاءت السيدة نفيسة إلى مصر سر تعلق المصريين بها أسرار كثيرة عن حياتها في مصر ولماذا لقبت بالكثير من الألقاب زي كريمة الدارين وأم العواجز وغيرها من الأسرار عن السيدة نفيسة خلوني في البداية أرحب بضيفي الكريم فاضلة الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاة المصرية أهلا وسلم مولانا أرحب بك ومشكرك على وجودك دائما معنا كرمك الله بارك الله فيك كل عام وأنتم بخير ما أجمل هذه المجالس المباركة التي نتنور فيها بآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشوف هذا التقرير المهم ونرجع على طول نبدأ فقرتنا مع فضلتك تابعوا السيدة نفيسة سليلة بيت النبوة السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين هي سليلة بيت النبوة ولدت يوم الأربعة الحادي عشر من ربيع الأول عام مئة وخمسة وأربعين هجرية بمكة المكرمة وبقيت فيها حتى بلغت خمسة أعوام وأتمت حفظ القرآن الكريم وهي في الثامنة من عمرها صاحبها أبوها إلى المدينة المنورة في جو يسوده العلم والوراع والتقوى فكانت تذهب إلى المسجد النبوي وتتلقى العلم من علمائه وشيوخه حتى حصلت على لقب نفيسة العلم جاءت إلى مصر مع زوجها وأبنائها وكان قدومها يوم السبت الموافق السادس والعشرين من رمضان عام مئة وثلاثة وتسعين من الهجرة واستقرت بها خمسة عشر عاما أحبها أهل مصر حبا جم وكانوا يعتقدون في كرامتها وأجرى الله على يديها شفاء المرضى والعجزة فسميت بأم العواجز وأقبلوا عليها يلتمسون منها العلم كانت السيدة نفيسة رضي الله عنها إذا أرادت أن تناجي ربها تذهب إلى محراب تتعبد فيه واتخذته خلوة لها بعيدا عن أعين الناس وحتى وقتنا الحالي يتزاحم الكثيرون على مكان خلوتها في أحد الأماكن الروحانية بجبل المقطم في شهر رجب أعمى مئتين وثمانية من الهجرة أصاب السيدة نفيسة المرض وقيل إنها حفرت قبرها بنفسها في حياتها استعدادا للقاء ربها فبوركت الأرض المصرية باحتضان الجسد النوراني وتوفيت في شهر رمضان عام مئتين وثمانية من الهجرة وكان عمرها الشريف عندما توفيت ثلاثا وستين سنة كجدها صلى الله عليه وسلم وبكاها أهل مصر وحزنوا لموتها حزنا شديدا لسيدة نفيسة رضي الله عنها مسجد بني لإحياء ذكراها ويقع ضريحها داخله وهو مدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو في القاهرة التاريخية أعيد افتتاح مسجد السيدة نفيسة رسميا الثلاثاء الثامن من أغسطس للعام 2023 بعد انتهاء أعمال تطويره ليكون مزارا للوافدين من مصر وأرجاء العالم الإسلامي كافة رضي الله عن نفيسة العلم وأرضاها رجاءنا لحضراتكم مجددا زي ما التقرير وقلنا كمان في المقدمة الحديث عن ألا بيت رسول الله وتحديدا السيدة نفيسة فضلت الدكتور محمد وسام السؤال في البداية ايه أسباب اختيار ألا بيت النبي صلى الله عليه وسلم مصر للقدوم إليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واهتدى بهداه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال مصر فردوس الدنيا ورد عن الإمام علي نعم فردوس الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن جندها خير أجناد الأرض صحية وأخبر أنها أرض الرباط ورد في كلام الأنبياء عليهم سلام الله وصلواته مدح أرض مصر وجاء في كلام سيدنا نوح أنها غوث البلاد غوث العباد وأم البلاد رواه ابن عبد الحكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن في تاريخ مصر غوث العباد مصر غوث البلاد غوث العباد وأم البلاد ولذلك قلنا مصر أم الدنيا ولذلك مصر أم البلاد ومصر أم الدنيا هذه مقولة لها أصل في الكتب السماوية وإنكارها من بعض من يتصدرون الآن بدعوة أنها لم ترد وهو ناتج عن عدم اطلاع مصر عريقة في التاريخ عريقة في الأديان عريقة في نصوص الوحي ولذلك هذا من سر اصطفاء الله تعالى هذه الأرض المباركة لآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتاريخ لا يكذب ولا يحاب أحدا التاريخ خير شاهد على أن مصر هي أرض الرباط مصر هي التي وقفت أمام الصليبيين واستردت بيت المقدس مصر هي التي كسرت هجمة التتار بعد أن قتلوا نحو من مليونين من البشر مصر هي التي كسرت أسطورة العدو الذي زعموا أنه لا يقهر العدو الصهيون مصر في الحقيقة هي منارة العلم ومنارة الوسطية عبر التاريخ وعبر القرون اختارها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس هذا الاختيار عبثا وإنما هو إلهام من الله تعالى منذ أن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سينائها كما جاء في سنن النسائي بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وبعد ذلك أتى إليها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسميت مصر المحروسة محروسة بآل البيت حتى إن الحافظ السخوي في مصنف له في أجوبة الحديثية يذكر عن شيخ أهل الحديث في زمنه على مدين البرزالي أنه كان يسمي ستنا السيدة نفيسة خفيرة مصر يا سلام حارسة يعني الحارسة التي يحرص الله تعالى هذه الأرض ببركات آل البيت صحيح صحيح يا جات مصر إزاي مولانا يعني السيدة نفيسة وأعتقد في رواية تتعلق بزوجها بلا شك يعني عندما نتحدث عن السيدة نفيسة نحن نتحدث عن جبل من جبال آل بيت النبوة عليه السلام نحن نتحدث عن رمز من الرموز الإسلامية التي ملأت الدنيا نورا أولا بداية من مولدها عندما جاء خبر مولدها لأبيها الحسن الأنور رضي الله عنه جاءه بشرى أنه ولي من قبل الخليفة العباسي نعم فأصبح أميرا يعني بركاتها حتى على أبيها في يوم مولدها رضي الله عنها وأرضاها لزمت المسجد النبوي من صغرها للعبادة والعلم فنشأت أحسنة شئة وأرقى جو علمي يمكن أن يعيش فيه إنسان لما بلغت مبلغ الزواج تهافت عليها الطلاب والخطاب ولكن تزوجها إسحاق المؤتمن بعد أن يعني كأن أباها رفض أولا ثم جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأمره أن يزوج نفيسة لإسحاق نجد ونلحظ في حياة ستنا السيدة نفيسة وفي مسيرتها المنيرة أن أحداث حياتها دائما تأتيها بإلهامات ورؤى نبوية كانت شفافة القلب عالية الروح رفيعة المقام ولذلك زواجها كان برؤية نبوية ذهبت مع أبيها إلى بيت المقدس وإلى سيدنا إبراهيم الخليل ثم عادت إلى مصر أهل مصر استقبلوها استقبالا حافظا المشلمين فقط ولا كل أطياف البجتمع أعتقد في قصة أيضا في هذا الموضوع فضل تشير السيدة نفيسة في الحقيقة يعني لو ذهبنا نتحدث عن محطات حياتها وكيف كان تعامل الناس معها وكيف ألقى الله حبها في القلوب صحيح وكيف استقبلها المواطنون كل المواطنين استقبلوها في العريش ثم جعل لها مكان وبيت كبير وقصر كبير التجار في مصر في ذلك الوقت وكانت تتعامل مع كل الناس بمحبة ومودة وتؤدى وتؤدى يعني في البداية قضية الكرامات التي أجراها الله تعالى هي كثيرة وهنتكلم عنها بالتفصيل لو تأذن لي فضل الدكتور محمد نطلع فاصل ونرجع نستكمل الحوار عن آل بيت رسولنا الكريم وعن السيدة نفيسة أم العواجز ابقوا معنا أرحب بحضراتكم مجددا عن الخصوصية وسر تعلق المصريين بالسيدة نفيسة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام يدور حدثنا مع عظيفنا الكريم فضلة الدكتور محمد وسام أمين الفاتوى بدار الإفتاءة المصرية عايز أتوقف أمام سر احترام والعلاقة بين الإمام الشافعي وتقديره للسيدة نفيسة الإمام الشافعي رضي الله عنه ممن بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال قدموا قريشا ولا تقدموها فإن عالمها يملأ طباق الأرض علم وهنا ألحظ في مجيء السيدة نفيسة رضي الله عنها إلى مصر سنة مية تلاتة وتسعين والإمام الشافعي جي بعدها مربع سنين سنة مية سبعة وتسعين وكأنها كانت توطئ له هذا الإمام الذي سرى علمه مسر الشمس في الآفاق هذا الإمام الذي جمع الله تعالى الأمة على علمه وكيف وصل إلى حد أن الإنكار الذات بحيث أنه كان يقول وَدِدْتُ لَوْ أَنْ كُلَّ هَذَا الْعِلْمَ يُنْشَرُ وَلَا يُنْسَبُ إِلَيَّ مِنْهُ حَرْفٌ وَاحِمْ مهم النشر ويصل لعموم الناس يعني يعني ننظر كيف كان هذا التجرد وهذا الإخلاص سببا في هذا الانتشار الفياض لعلم هذا الإمام رضي الله عنه وأنا يعني ألحظ أن مجيء السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضها يعني كان سرا في حياة الإمام الشافعي بارك الله تعالى في علمه بحبه لآل البيت وهذه الأشعار التي فاضت على لسانه حبا لآل البيت مثل قوله يَا آلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّكُمُ فَرْضٌ مِّنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ يَكْفِيكُمُ مِنْ عَظِيمِ الْفَخْرِ أَنَّكُمُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَكُمْ ويقول لو شق قلبي لبدى وسطه سطران قد خطى بلا كاتبي فالشرع والتوحيد في جانب وحب آل البيت في جانب يقول الربيع ما شأيت الشافعية في الحج فما صعد ولا هبط إلا سمعته يقول يا راكبا قف بالمحصب من منا واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منا فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي يا السلام أعتقد الإمام البوصيري صاحب نهج البردة له قصيدة أيضا له قصيدة في ستنا السيدة نفيسة وفضلتك قلت لي قبل فصل إن دكتور محمد يسام نظم حاجة التعلاق بسيدة نفيسة نعم من كرم الله أيهم ما تسمعونها يعني لا واسم طبعا الإمام البوصيري صاحب البردة بس قبل الإمام البوصيري أريد أن أذكر شيئا من حياة الإمام الشافعي مع سيدة نفيسة مع سيدة نفيسة سمع منها الحديث تعلم منها على يديها كان دائما إذا مرض أرسل الربيع الربيع بن سليمان يسألها الدعاء فيشفى قبل أن يرجع بفضل دعوات السيدة نفيسة فلما جاء في آخر مرضة مرضها طلب منها الدعاء الربيع فقالت أسأل الله أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم آه خلاص فلما أخبر الربيع شيخه الشافعي علم أنها المرضة الأخيرة قد حانت آه وقد كان وأوصى أن تصلي عليه ويعني كانت تدعو له ولما بلغها خبر وفاته قالت رحمه الله لقد كان يحسن الوضوء يا سلام هذه الكلمة في حد ذاتها كلمة تصنف فيها مجلدات لإمام الشافعي وفقط نتحدث عن أنه كان يحسن الوضوء لماذا نظرت إلى هذا المعنى تريد أن تقول أحسن بدايته فأحسن الله نهايته عرف كيف يتهيأ للقاء الله وافق وضوءه وضوء رسول الله على السنة ولذلك سر السيدة نفيسة في الإمام الشافعي عظيم الإمام البصيري ناخد بعض الأبيات سيانك سر عنه البردة لكن في ديوانه وهو في الحقيقة في قصيدته في مدح ستين السيدة نفيسة يصف حب الناس لها بعد انتقالها إلى الرفيق الأعلى ينتقل السنة 208 بعد الإمام الشافعي بأربع سنين كيف كان الناس وما زالوا وسيظلون حتى أرث الله الأرض ومن عليها يقصدون مشهدها الشريف ويرجون بركاتها وكيف أن بقاءها في مصر عندما مرضت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأمرها بعد أن طلب منها إسحاق المؤتمن إسحاق المؤتمن طلب منها أن تسافر معه فأتاها رسول الله في المنام صلى الله عليه وآله وسلم وأمرها أن تمكث في مصر لأنها ستموت به وعندما توفيت أصر زوجها أن يأخذها لتدفن في البقية فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن طلب منه أهل مصر وتجمعوا فأبى فجاءه رسول الله في المنام يا سلام وقال ترك نفيسة لأهل مصر يتبركون بها يا سلام ويستجاب لهم بها يا سلام فتركها فكان بقاؤها في مصر ومجيئوها إلى مصر وزواجوها برؤة كل ذلك بمدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونوره فرضي الله عنها وأرضاه يقول الإمام البصيري نأخذ بعض الأبيات جنابك منه تستفاد الفوائد وللناس بالإحسان منك عوائد فطوبى لمن يسعى لمشهدك الذي تكاد إلى مغناه تسعى المشاهد إذا يممته القاصدون تيسرت عليهم وإن لم يسألوك المقاصد تحققت البشرى لمن هو راكع يرجي به فضلا ومن هو ساجد فعفرت الشبان والشيب أوجها به والعذار حسر والقواعد هو المنهل العذب هو المنهل العذب الكثير زحامه فرده فما من دون ورد كذائد وهل حبكم للناس إلا عقيدة على أسها في الله تبنى القواعد وإن اعتقادا يخاطب آل البيت وإن اعتقادا خاليا من محبة وود لكم آل النبي لفاسد وقد بيّنت وقد بيّنت ليها الأتى كم أتى بها مكارم أخلاق لكم ومحامد وحسبي وحسبي إذن مدح ابنة الحسن التي لها كرم مجد طريف وتالد عليه صلاة الله ما أحمد السرى إليه وذلت للمطي فدافد ما شاء الله هنسمع كمان اللي نظم وفضلت الدكتور محمد وسام بس هستأزم فضلتك نخرج متابع بعض ما رصدته كاميرا قناة الناس لما سألت المصريين في الشارع عن سر تعلق المصريين بحب آل البيت وبالأخص السيدة نفيسة ونعود ونعود أصغرين لحد النهاردة فيه تعلق بتروح مثلاً مسجد الحسين الساد البداء وبيتكون فيه روحة نفسية كده في المكان لأن المصريين بطبعهم شعب متدين بيحبوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة لهم آل البيت هو عبارة عن سيدنا النبي وإحنا تعودنا من إحنا وصغرين أن إحنا نزور الحسين والسيدة عائشة حب المصريين طبعاً لأهل البيت والصحابة أجمعين رضي الله عنهم دي حاجة في الفطرة فطرة المصريين وفطرة المسلمين عموماً حب الدين عموماً في المصريين وحب أهل البيت يعني وحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والله المصريين بطبعهم متدينين تمام وطبعاً يعني أهل البيت تمام أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلاً عندنا مثلاً السيدة زينب سيدنا الحسين السيدة نفيس طبعاً خاص بيحبوا أي حاجة من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا الحسين السيدة زينب سيدة نفيسة قدناه النبي صلى الله عليه وسلم هم حبونا وإحنا حبناهم بدليل أن جاتل السيدة زينب والسيدة نفيسة جم أرض مصر ومخرجوش منها فبالتالي هو حبه متبادل أهلنا في الشارع الحقيقة جاوبوا عن فكرة سر تعلق المصريين بالسيدة نفيسة وقال البيت الله ما أجمل هذه المشاعر ما أجمل هذه المشاعر أحبونا فأحببناه نعم شوفت الحس الإيماني والعمق الديني لدى المصريين البسطاء وهم يفهمون هذه المعاني يحبهم ويحبونه يعني لو لا أنهم أحبونا لما رأينا هذا الحب الفياض صحيح صحيح إيه الكرامات اللي جرت على إيدي السيدة نفيسة فبالتالي ومحمد يحضرك منها بعض السيدة نفيسة لها كرامات أنا أراها فارقة في تاريخ مصر عندما ننظر إلى المؤرخين حتى المؤرخين الأجانب وهم يؤرخون لتزايد نسبة المسلمين في مصر وكيف أنهم كانوا عندما دخلوا مصر النسبة كانت قليلة وبعدين في القرن الأول أصبحت النسبة قد إيه وبعدين في القرن الثاني أنا أرى والتاريخ يشهد بذلك والحوادث تحكيه أن كرامات ستين سيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها صنعت فارقا كبيرا في نسبة دخول الناس للإسلام وهذا كله من فعل الله عندما كانت في عبادتها وكان لها جيران يعني كان كبير الطائفة اليهودية كان اسمه أبو السراية أيوب بن صابر فكان بنته مقعدة فتركها عند السيدة نفيسة وخرجوا السيدة نفيسة بتتوضأ وبعدين ربنا ألهمها كده أو كأن الماء سرى إلى البنت أو كأنها رشت المية بتاعت الوضوء عليها وإذ بالبنت ربنا سبحانه وتعالى يشفيها وبعد أن كانت مقعدة مشت يا سبحان الله جاء أبواها فرأي هذا الأمر الواجزة فعلا الديانة اليهودية يعني عندهم سيدنا موسى جاء بالعصى التي أصبحت حية وبالياد التي أصبحت بيضاء فهم يعني في تغيير الكينونة الأشياء والمعجزات الباهرة يعني يفرحون بها كثيرا فلما أجر الله على يد ستنا السيدة نفيسة هذه الكرامة وشفية هذه المنت المقعدة أسلمت الطائفة اليهودية أدركوا وبعدها الكرامة بعد ذلك أصبح توافد الناس على بابها ووالي مصر في ذلك الوقت جعل لها مكانا واسعا حتى استقبل فيه الناس وحدد لهم يوم السبت والأربعاء لأنها كانت يعني تريد أن تختلي بنفسها تختلي بنفسها الخلوة التي عند سيد ابن أبي جمرة كانت تريد أن يعني تأنس بربها وأن لا تأخذها وأن لا تكثر من الحياة اليومية ما تاخدهاش من فكرة الخلوة مع المولى سبحانه وتعالى أنا رفكت بتعمل إيه في الخلوة دي وأزنت لنا فضلت الدكتور محمد بعد هذا الفاصل الأخير لنستمتع بهذا الحديث الطيب وبهذا الكلم عن السيدة نفيسة نفيسة العلوم وآل بيت النبي بشكل عام عن السيدة نفيسة وسر تعلق المصريين بها وبآلة بيت النبي بشكل عام حلقتنا بتدور مع فضيلة الدكتور محمد وسام الذي أرحب به دائما وأبدا قبل ما أسأل فضلتك عن خلوة السيدة نفيسة لاتطرقنا لها قبل الفاصل فضلتك أزهلتني قلت النهاردة وانت جاي الحلقة نظمت شعرا في هذا الموضوع أكرمني الله تعالى ده إلهام فتح بقى من ربنا سبحانه وتعالى بركات آل البيت رضي الله عنهم وأرضهم نسمع كده ده فضلت الشيخ محمد يعني أتحدث عن أن مصر نعمت وساعدت بسيدنا الحسين كيف نفعل إذا أردنا أن نزور الإمام الحسن نزور السيدة نفيسة لأن سر الإمام الحسن عند السيدة نفيسة صحيح إيت الإمام الحسنى عند التي فاقت سنى أضحت نفيسة أنسنى والروض منها قد سنى من زارها قد أحسن بنت الكريم سليلته حسن الهدى ووريثته فيها هداه وسيرته ونقاؤه وسريرته أصل سنى أصل سرا فتمكنا ذات العلوم الجامعة والبرة المتواضعة ذات العطايا النافعة ولمن أتاها شافعة زرها تنال كل المنى بالليل أنت القائمة ولدى النهار الصائمة في الشرع أنت العالمة وكر وكلت أمرك عالمة فأتاك منفور الغنى المصطفات الفاضلة والمجتبات العاملة والمنتقات الواصلة والمرتضات الكاملة شمس أضاءت مصرنا فسلام ربي عاطرا متضاعفا متواترا متواليا لك نهيرا يغشاك من خير الورى ويدوم يا قصد المنى أحسنت أولانا حاجة عظيمة الحقيقة يعني أن ربنا يفتح عليك بهذه الأبيات أثناء قدومك لنا للحديث عن السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن جدها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن نختم مع فضلتك دكتور محمد كنا نتكلم عن الخلوة كانت بتعمل إيه الخلوة في خلوتها السيدة نفيسة يعني وكانت حريصة عليها يعني فضلتك لتنا أنها كانت بتقابل المصريين سبت وأربع ولكنها كانت حريصة على الاختلاء في باقي الأيام انظر إلى كل من يزور أهل البيت واسألهم أين تجد السكينة والطمأنينة والراحة في كل المشاهد وكل روضات أهل البيت لكن كثير من الناس يجد السكينة عالية عند السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاه لكثرة عبادتها يعني عبادتها وأنوارها وبركاتها ظاهرة ظاهرة ظهورا واضحا لكل من زارها استجابة الدعاء قضاء الحوائج هذان البيتان الذين ورد عنها رضي الله عنها وأنهم من المجربات أنهم يقرأوا 19 مرة في روضها الشريف كم حاربتني شدة بجيشها فضاق صدري من لقاها وانزعج حتى إذا آيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج السلام والدعوات التي تؤثر عنها ويعني كثير جدا من هذه المظاهر هو بسر حبادتها ولذلك يعني يحرص كثير من الناس على زيارة خلوتها عند الإمام ابن أبي جمرة في المقطب أمام سيدنا ابن عطاء الله السكيندري رضي الله عنهم جميعا وأرضاه مقدس الله أسراره ونفعنا الله بهم تزور يعني خلوتها المباركة فتجد أثار النور والبركة والعبادة مدد متصل من الله تعالى أفاض به على مواطن هؤلاء المباركين الذين تنورت مصر بهم فضلتك ذكرت أنها انتقلت بعد سنوات أربع من انتقال الإمام الشفح نعم مرضت في آخر أيامها أولا حفرت قبرها بيدها فعلا وقرأت كانت تشعر بدون أجلها بلا شك لا شك وهذا أمر حتى يعني ليس يعني ليس غريبا يعني هذا يحصل كثيرا في الناس صحيح لكن إن سيدة نفيسة رضي الله عنها ختمت القرآن في روضتها وفي قبرها الشريف كثيرا عشرات المرات يعني وتجد آثار هذا القرآن واضحة لا تنمحي أبدا ولذلك أجمع المؤرخون على أنها رضي الله عنها وأرضاها قد دفنت وحلت هذا الموطن الشريف المبارك ومن أجل هذا بني هذا المشهد عليها وصار عبر القرون مزارا يزوره الناس ويزوره المسلمون ويرى الناس من بركاتها واستجابة الدعاء عندها ما يزيدهم إقبالا عليها لما جاء ابن تيمية إلى مصر وكان يعني عنده آراء العلماء ينظرون معه ويختلفون ويتناقشون لكن أول ما تكلم عن إنكارا على المصريين في حبهم لآل البيت وذهبهم لسيدة نفيسة حوكم يا سلام بس أنت كده يعني أتيت إلى خط أحمر لدى أهل مصر آل البيت عند أهل مصر خط أحمر خط أحمر لا يمس لأنه مكون من مكونات حضارتهم ولذلك حبسوا الرجل وتراجع عن ما قاله وكتب بذلك خطه المقصود أن هؤلاء المباركين هم علامة أساسية ورمز من رموز مصر بهم حرست وستظل ببركاتهم حتى قيام السرع لذلك يحرص الكثير من المصريين على زيارة آل البيت وخاصة سيدة نفيسة فكرة التبرك والتوسل الفرق وهنا المسموح أو المتاح هذا المعنى يخطئ كثير من الناس في فهمه يا القضية أنت إذا مات لأحدهم قريب أو والد أو أم أو جد فإنه يندب له أن يزوره طيب هؤلاء قرابة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أذكركم الله في أهل بيته ويقول زور القبور فإنها تذكر بالله هل قال زور القبور إلا قبور آل بيتي هذه واحد الثانية عندما أزور قرابة رسول الله يجب أن أصلهم أكثر من صلة لقرابة كما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي إذ أحنا هنا أمام معنى كله إيمان وكله صحة في العقيدة أن أزور هؤلاء الذين أعلموا أن قبورهم روضة من رياض الجنة لأنهم سادة أهل الجنة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول القبر إما روضة من رياض الجنة وإما الأخرى والعياذ من الله وهؤلاء سادة أهل الجنة فقبورهم أعلى فروضاتهم أعلى روضات الجنات ولذلك قلنا روضات السادات سادات الروضات ماذا يفعل هؤلاء الذين ينكرون عليهم يحرمون الناس من الذهاب إلى روضات الجنات يا سلام والإمام علي قال مصر فردوس الأرض فردوس الأرض لا فضفوك يا مولاد بارك الله فيك شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور محمد وسام الشكر جزيلا موصول لحضراتكم دمتم في أمان الله ورعايته ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة